شكرا للمشاهدة 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 لغير الاصل مات على اس او اتكرمت على اس او اكتبوا كتابة او اتكرمت على اخير طيب هذه القاعدة اللي بسيطة قد نتكلم عنها الان نريد نقرأ بعض المحارب عربعين ونرى بعض الكلمات بنتأكد من اخر الكتاب انا رفقت ملفين في الموقع ملف الكتاب وملف اخر للمحادثات من اخر الكتاب اخر الكتاب في محادثات فنقرأها من اخر الكتاب طيب طبعا اه نروح صفحة 214 نروح ملفين بدف حملتها في المنخذاء ونروح ملف الثاني صفحة 114 في مكتوب فوق بالزاوية العلية اللي سار موديول 7.4 جنبها رقم مكتوب 48 مجموعة جمل نقراهم سوي كتاب مفردات طيب انا حرصت بالامس على مراجعة الكلمات فقدت حرصه كثيرا على معاني مفردات اللغة عبارة عن مفردات لا معاني كلما أتقنت هذه المعاني كلما أصلها الشخص طريقاً وأكثر افتعاباً لما يتحدث به طيب فما فيه يعني مجال آخر ما بد منك تركيز عليها تركيزاً كبيراً القواعد عندنا بصيدة جداً نعم إن كما تجي عيشت القواعد لكل مهج طيب عندنا الجمل 2A سوف نحن ألقى 200.000 هاتف على عملنا كل عام نحن غالباً يجينا الدخول ولموقع لمنك أي موقع لمنك واحد دخل في الموقع فهو كتب Amazon.com ثم الضغط Enter هذا يسمى هاتف تجيب معنا يضرب وتجيب معنا ضربة وتجيب معنا يارتطم طيب وارتطام وينصد طادم هنا تجيب معنى دخول زيارة للموقع الموقع كثيرا تعتمد على يعني تحرص انه كل ضغطة كل دخول انترنت على الموقع يعتبر دخول زيارة للموقع يكسبه قدرة على عمل الدعايات واضح؟ احنا غالبا يجينا كم دخول على الموقع 200000 زيارة على موقعنا كل عام ساوث كوريا's population is 483709400 طيب عدد سكان كوريا الشمال الجنوبية طيب كم؟ هو 480000000 هو حط الرقم ترك رقعة قبل شوية وشكيال؟ قال كل دخول الرقام يجب انه 1 فاصلة 400 فاصلة 380 فاصلة فهذه قاعدة عندنا طيب فنلازم عند باستوار يكون عندنا القرائلة أو عند قرائلة كلها ملتوبة choice طيب بيكون اما يعني مثل هذا يجيب اختبار يكون فيه فراغ ناعد يصلوك هذا الفراغ هذا عام الترتيمه مناسب له ما هي طيب المثال الثالث طيب 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 اليابان اكثر من سكان مصر طيب 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 ومعناها سور منطقة بدلينج آيري عاد الزوار المقدر كل عام كل مليون يزور سور السلسل العظيم عشر مليون نسمة عاد حديث في العام إذا وصل ثلاثة مليون يعني قامت مليون تقعد هذو الزوارهم عندهم عشر مليون نسمة طيب الونيفارفة الستوديوز جفان الستوديوهات الونيفارفة في اليطان مكانها فيه أساكة في اليطان تحت إفرلاند كونجي دو سورة كوريا حضر لك الرقم المقدر الزوار لكوهاما هاكي جاما سي فاردايز فاردايز معناها جنة البحر وهناك في بحر فاردايز جنة يبيو كوهاما بي خليجو كوهاما في اليران يبيو مكان جد فيها حيثما جنة البحر حقه الخاصة بيوكوهاما هذا المنطقة شمال كده فاردايز بعض الأطاريكين فاردايز فاردايز عنها جنة بعض المهتمين بالأفراد العربية وبالمعاجمة العربية أقول فاردايز أصلها العربي جيد من فحدوس طيب عشان بتسون بس طيب اللي بعده هونج كونج تسمي لانتو آيلان مولدة في لانتو آيلان في تشاينا كم على ذو زوار؟ 5.200.000 نحو هذا الزوار أوشن تارك الحديقة المحيط هونج كونج تشاينا سيدني أوبرا هاوس دار الأوبرا في سيدني اللي مولده في الصورة قدامك هنا هذه الأوبرا هاوس very long point point يعني رأس فإننا دائما نقول point في الأرقام 5.3 3.7 طيب نقطة هي معناها ولفسه point يؤشر أو إشارة والنقطة في الدرس هو بتحدث اليوم عن ثالث نقاط 3 points طيب هنا معناها رأس رأس يكون منطقة ساحلية كذا رأس كذا ناتق نتوه في البحر مليابسة جبدي أخضر جميد هذا يسمى بدلونج يسمى point طيب كل دول عام موجود يعني مثل هذا التكون جغرافي طيب على الزوار كل عام أربعة متل على الزوار كل عام أربعة مليون ساحر طيب نروح صفحة 45 نتأكد بس ورا في الشيئ لا طبعا ما في بلوحدة السابعة خاصة كل النصوص في بآخر نصطرنا هدفة 114 7.4 الآن شوفونا فطحة 45 45 وديو 7.5 family business family business business خاص بالعائلة look at the information below انظروا المعلوات التالية added that خلن نقرأ شراء added that خلن قرأنا اليوم عن canon اليوم نقرأ عن added that part 1 1901 أدولف أدي داسلر was born هذا ولد هذا الشخص was born منه Adolf أدي داسلر he trained as a teacher وتدرب هو كمعلم teacher وعلم trained يتدرب in 1920 in 1920 داسلر produced the first hand made training shoe in his living room داسلر produced يعني أنتج أنتج the first hand made handmade يعني مصنوع يدويا training shoe عداء تدريب عداء المرئيم نصنوع يدويا hand made in his living room في غرفة معيشته in 1924 في العام 24 his brother رودولف داسلر and sister لیزا joined and لیزا joined the family business بيب أخوه وأخته joined the family business عندما تحقوا ب بيزن خاص العائلة in 1927 the company's first store opened أول متجر للشركة ثم فتاح أول أكثر الشركة ثم افتتاح in 1928 the brothers split up الأخوة تفرقوا تفرقوا الأخوة الان رودولف فوم rival company بوما طيب ورودولف طبعه يشكل فوم ليشكل ثو طيب rival company الشركة المنافسة الشركة المنافسة بوما part two بزرداني the company expanded الشركة وزعت منتجاتها with footballs بكرة القدم in 1961 truck suits in 1962 وبدلات التدريب truck suits يعني بدلات التدريب in 1990 في العام 1990 صار جامع world cup football champions all war as products في عام 1990 ارتدى جميع ابطال العالم بشركة العالم في المانيا منتجات adidas وضعت فرنش السليمون جروب استحول معناها استحول على مجموعة السليمون الفرنسية in 2004 top english fashion designer مصمم او مصممة الازياء الانجليزية dilla macartney started a joint venture with adidas مصممة الازياء الانجليزية المتعلقة started يعني بدأ a joint venture مشروع مشترك joint مشترك venture يعني مشروع اسم الكتاب عندكم وانتون business venture مشروع عام مشروع تجاري وين adidas في عام 2006 adidas bought raival british company rebook adidas اشترت الشركة بريطانية منافسة raival معناها منافس اسم الشركة وما هو rebook في الحافلة معنا macartney used olympic assets to showcase her latest adidas collection at london fashion week macartney استخدمت او استغلت الرياضيين olympi اثرت الرياضيين ولمبك كان olympi to showcase بعرض بعرض her latest adidas collection بعرض مجموعة adidas الاخيرة الخاصة بها الاخيرة الخاصة بها at london fashion week اسبوع الموضة في london اسبوع الموضة في london اني تحت was adidas born in 19 or one تحت a b c a b a b yes he was طيب نحن نتكون سؤال عن مثلا ورد الولد نبدأ ب was ثم نحط الاسم واز علي born هلوالد علي 19 or one نحط عن استفهام طيب نحن وصل هذه شيئة أخرى was he born in 1980 خيرنا فاعل إذا ال i حطينا he طيب الجواب نبدأ yes or no إما نقول yes بعد ننفاصلة he لننكر yes he was نقضة أو نقول no he was not إما كده أو ما كده أنا ولده في ذلك التاريخ تقول نعم ولده في ذلك التاريخ أو كلا أنا ولده في ذلك التاريخ طيب هذه طريقة تكويني سواء بالنسبة إذا كانت مفرد إذا كان جمع إذا كان مفرد طبعا في الصيغة أخرى 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 طيب ليلة طيب بور هلويدة ليلة بور مفرد طبعا إذا كانت كنت مفرد طبعا نو في وازنة الصورة شو فرق بين الصيغة وحدة الصيغة وحدة غيرنا بس سح اما هي اما هلي اما خالد اما ليلى اما غير مستح وجواب وجواب فالآمنوا يلاحظوا يقول في بدل ليلى انها مؤنت فنقول هي لمذكر طيب صفحة ستة ورعين صفحة ستة ورعين الملاس التقافي الملاس التقافي الانتقال بالعمل الانتقال بالعمل قلنا نحن نتركي بالوظيفة والتطور الوظيفة هذي كل يسمى جاب موبيلتي موبيلتي هنقل التطور العداري طيب انا استقافي وانظر لهذه الجدول طيب على طاولة في مناتقال من قلنا ويجبز ولدي يعطي result نتائج لستطلاع لستطلاع لتوظيف فول تايم و بار تايم توظيف بين 18-24 عام بين ناس البغونا من العمر 18-24 عام في دول مختلفة كم مرة غيرتهم؟ وظائفكم كم مرة غيرتهم؟ كم مرة غيرتهم؟ عندك المر نظر نظر مرة مرة واحدة مرة مرة أربع مرات أو أكثر طيب أربع مرات أو أكثر طيب لاحظت في ألمانيا لم يغيروا وظائفهم كم مرة؟ نشف السؤال هذه الآن نسأت ضدامكم هذه الآن نسأت ضدامكم في كل دولة للأناس وحسب كم مرة غيروا وظائفهم؟ طيب سؤال الثاني بيشوف التدريب تخدم علمات الجدولة لإجابة على السؤال الثالية بيشوف التدريب في أي دول تكون النسب الأعلى لأناس الفرار طيب هذا يعني الأعلى تدريب تدريب معي تدريب تدريب م Spot في نسبة الأعلى لذين يغيروا وظائفهم؟ أبدا طيب في ألمانيا في اليابان في كوريا ولكن في الأمكان المتحدة هي طبعا النسبة الأكبر من اليابان هي ألمانيا لألمانيا طيب تدريب 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 change jobs twice الذين غيروا رضائفهم مرتين النسبة الأكبر ملندة في أمريكا 21.7 ويأتي لها كوريا 18.2 change jobs three times وذين غيروا رضائفهم ثلاث مرات غير ثلاث مرات الأعلى كوريا الأعلى كوريا 9.8 change jobs four times or more إلا غيروا رضائفهم ثلاث مرات أو أكثر طيب النسبة الأكبر في أمريكا أمريكا do the result surprise طيب أن هذه الطريقة الطراءة النسبة هذه الطريقة الطراءة النسبة لاحظوا الجداول الكثير من خاصة النسبة أكتبع أرسل بورقة أو ثانية ممكن أن أكتر percentage percentage وإذا نقول الرقم الآن نقرأ أول رقم يقول 54.2% هل نقول percentage لا لا نقمع أمان بورقة percentage أقول % إذا كان الرقم موجود لغير موجود نقول percentage النسبة المائوية طيب نروح لصفحة 47 واحدة الثانية الوحدة الثانية كيف نكون هنا موحدة السابعة كيف نكون هنا من الوحدة السابعة طبعا نحاول أشرح الأشياء الرئيسية الأشياء المهمة الأشياء التي هي فائدة للطلاب والطالبات طيب نحاول أفيدهم جيدة لكم تستمعون للقاء الحي جيدة لكم تنظرون في أرشيف القصور السابقة تنظرون التبريد والطلاب والتكاليف والأسئلة جيدة تنظرون في الروابط إذا كان روابط أن تتكلم عن المنهج ومقرر غير موجودة بالتكاليف طيب لا يبدو في الزادة تعرف تبصل في جو الأسئلة والاختبارات وطريقة التقييم طيب فالاختبال لن يكون عندنا جدول الاختبال لن يكون عندنا أسئلة نفسية لن يكون عندنا أسئلة نفسية لن يكون عندنا تعريف طيب كلها اختيارة متعددة طيب صفحة 47 الوحدة الثامنة الوحدة الثامنة صفحة الوحدة الثامنة جيدة جيدة ااتبال قليل طريق طريق � أننونسي كامل بلان يعني أعزاني لا أخذها يعني أخذه بالسركة يعني في عملي كم جبلة نخلوه نقرأها I am pleased to announce our latest plan I am pleased يعني أنا مسرور To announce the or Our latest plan خلطنا الأحدث Our latest plan يعني خلطنا الأحدث Our objective هدفنا Is to increase هو أن نزيد The number of customers worldwide عداد Customers Worldwide في تميع أنحاء العالم في تميع أنحاء العالم 8.2 Talking about company objectives تحدث عن هدف الشركة What objectives do you have for the future من هدفة يحدكم في المستقبل We want to expand the chain نحن نريد أن نوسع السلسلة نريد أن نوسع السلسلة Chain عنها سلسلة حتى السلسة حديدية تسمى chain أيضا حتى السلسة حديدية تسمى chain expand وعنها يوسع ليس معنها بأكوية We are going to open 10 new hotels نحن سوف نستثح 10 هتلات جديدة We are going to open 10 new hotels 10 هتلات جديدة 8.3 يعلمين Business trip طيب الزملة الأولى عندنا هنا I am visiting Hong Kong أنا سوف أزور Hong Kong الشهر القادر طبعا رح نتطرق إلى قاعدة المستقبل هنا خلل هذا الوحدة أجملت سليها I am coming back on the 27th أنا عائد في 27 حيما سوف أتطرق إلى بعض حروف الجر وضيقة الخدامها I am going to work on the new hotel project أنا سوف أعمل على مشروع الفندق الجديد طيب I am going to work on the new hotel project أنا سوف أعمل على مشروع الفندق الجديد 8.4 numbers percentages النسب وأرقام 8.5 8.5 a new produce we're shortly deep we plan to open in 3 years time نستخطط أن نفتح خلال ثلاث سنوات أو بعد ثلاث سنوات that's not going to be a problem هذا أن يكون مشكلة there will be a business center سوف يكون هناك مركز العمال سوف يكون هناك مركز العمال طيب عندنا عندنا فندق أي فندق مميزات فندق الخمسة يكون في أخطف العمال يكون في كمبيوتر وطابعة أو جائز وإنترنت لأنه أحد أراد أن يُنهي مهامه وما يُنقضى كالتر فعل منف الثقافي سوف نتناول في الوضوع عن business travelers مسافروا الأعمال سيطلهم دائما روحات جيدة بالbusiness وشغلوا بشمع الشركات وكابر يعلمين مجموعة كلمات announce معناها يعلن announce معناها إيش؟ يعلن carbon emissions انبعاثات كربون carbon emissions يعني انبعاثات الكربون carbon footprint أثر الكربون facilities مرافق مرافق franchise يعني يمنح حق الامتياز franchise يعني يمنح حق الامتياز يعني يمنح حق الامتياز طيب يعطيه مثال على هذا مثال على هذا لو أنه جاء كودو يفتح مثلا فرع في بيشة طيب أو في حائب وقالك أنت يا فلان أخذ الذاء وأخذ المرأم وأنت قم بإدارة نيابة عني طيب أعطيك أنا الاسم وأعطيك اللوحة وأعطيك وساعدك على تخطوط المكان وتدرب العمال عندك وتنميع زودك فيه طيب فأنت هنا تصير منح حق الامتياز لقيام بعدوار كودو أو بعمل كودو في تلك المنطقة هذا يسمى فرانشايز طبعا قالوا فرانشايز هذا عندنا البسعودية يعني فكرة نادشة وهو أصلا موجوده فكرة غربية ليست أن يعطيك لك تشوف ذوق أو طعام كودو ما تروح نفس المنطقة ليش؟ لأن مزود التنمين واحد هو نفس الشركة ما يتغير الطعام في كل المنطقة طيب أحبهم شوية من غالية شوية يجيهم دائما يأخذون من طالبك وبدفعك يحمل تقرفة كل هذا وطالبك أيضا برقم نبيعات سنوية يقول بكل سنة تبيق ما قيمته مليون ريال ما يعلمني كونش من معدد طيب فأنت تبتني بالمحل يتحاول سنعود مضغوط ستنجير كويس وفع الراتب أفع ما تشعر هذا يسمى فرانشايز نظام أو من حق انتلاس اللي بعده انترنت اكسس دخول انترنت اكسس دخول انترنت اكسس طيب اوبجيكتب هدف اوبجيكتب معناه هدف باكيجينج آآ تغليف طيب باكيج علبة أي علبة كرتونية تسمى باكيج طيب وتجي أيضا باكيج يعني بالسفر يكون واحد عنده يروح الطيران وفندب وكذا والباكيج الحقيبة كلها كاملة شامل كل كلاوة 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 طيب هذا معناه باكيج هنا معناها التغليف تغليف الكرطين تغليف البضائع ريسايكل يعيد التدوير دائما الشياء اللي يعاد تدوير الوراق والمدريات الخشبية هذه يعاد تدوير يعاد تدوير يعاد تدامة حتى ما ترمى وتصر نفايات ثم نسميها نسميها ريسايكل تسايكل الدائرة ريسايكل يعاد تدوير تريتوري منطقة تريتوري معناها منطقة طيب كيف يكون نصلي نهاية الدكتنا هذا اليوم؟ لا يفعلنا في نهاية إلا نقوص حقاك الله محمد أقول الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذا في سؤال أسسار لأمان من كلمة المددان وسوف أجيب على المساة الله تعالى في أقرب فرصة طيب هاتي سؤال أسسار؟ هاتي سؤال؟ لوقتنا دقيقة واحدة فقط 9.80 نهاية الدكتنا نهاية الدكتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة